أنا عندي كلمة للشهراني يعني أنت وصلت أعلى مراء للسوق أعلى مراحل السوق كنت أتزل يا أخي أتزلوا فكنا يا أخي مبحط صواتنا بالملعب والله أنا مدري ليه جسوس اليوم مقتنع فيه صراحة عندك برك جاهز وألف علامة استفهام على الحكم الكويتي أنا ما أدري ليه من شخصنا بالطريق هذي مع الفريق عدم رجوع الفارع؟ عدم رجوع الفارع يعني عندهم بلانتيات مباشرة يتم احتساب البلانتي حنما يرجع للأفار ولا شيء الهلال ما تقدر توقف اللي بهذه الطريقة وفعلا الحكم وقفنا اليوم غيره والله العظيم ما يوقف الهلال لربك ثلاث هجمات شبه محققة أهداف تضيع يعني من انفرادك من شيء انفراد المالكم رأسي البلايهي أيضا اللاعبين أيضا اليوم يعني أضاعوا فعلا اللاعبين ما قصروا وأنا أفتخر كوني هلالي لكن أنا قلت لك اليوم الحكم صراحة نحرنا لكن الحمد لله على كل حال والقاد مفضل بإذن الله والله الهلال يعني ما كان أفضل بكتير بالمستوى اللي كنا نتمنى لكن العين لعبه لحظوظه وللأسف عين ما كان يستاهل لأنه ما كان شخصية بطل وهذا اللي بنقاهرين عليه إن شخصية بطل نمتلكها من زمان مثل روح الهلال وشخصيته ثم نطلب هالمستوى الضعيف للأسف يعني هل أخطأ تدارة الهلال في فترة الانتقالات الشتوية يعني في شن هجوميا اللودي ليش جيبوا اللودي مفروض أن يكون مهاجم بديل المترو لا بالعكس أنا شوف الظهير اليوم الظهير كان كل أظهرات الهلال كان سيئة الهجوم أصلا كذا كذا صالح الشهري ولا الحمدان بغض النظر إذا هم ولا غيرهم ما كان نحتاج أجنبي الظروف والإصابات اللي صارت ما كان أحد يتوقحها لو كان عندنا جناح ممتاز سعودي أو أجنبي كان ما اعترضنا على هذا الموضوع ببديل مهاجم تكتيكيا تفوق مية بالمية مرتين يسوي نفس التكتيك ولا رد عليه جيسوس يعني اليوم جيسوس انهزم يا أخي في شحن لعيبة بالبداية قال راح نحق يقري منتادة ولا صار ولا يشملها لو سلمان الفرج مشارك أساسي هل كان كذا أفضل والله شفناه لما دخل تغير رتم الفريق صار أفضل أنا كنت أتمنى أنه أساسي لكن الحمد لله لك الحال ما حققان دية ثانية وبالنسبة بطولات الحمد لله مكتفين لكن الشغل اللي أنك تنظم بطولة السوبر السعودي في بوضبي قبل براة العين بيومين الآن شاهدنا نص اللعيبة قسم بالله يركض بسبة الجهد البدني صار والضغط أفروض الهلال صراحة يوم شاف الجدول في بطولة السوبر أفضل ما لعب أو اللعب الصف الثاني فظاهر هذا سبب عدم تاهر الهلال النهائي طيوم العافية اللعيبة ما قسروا السبب الحكم والله فيه أشياء يغض عنها الصدقين قال تخيير الوقت الحارس مفروض يأخذ أصفر الزعيم الحقيقي ما يأخر وقت الزعيم الحقيقي ما يأخر وقت كل الجمهور شايف ميشيل عك كثير سالم الدوسر اليوم مو مستوى مرة ياسر الشهران يضيع ياسر الشهران يضيع بس الزعيم الحقيقي ترى ما يضيع وقت الزعيم يلعب لعب رجال هم والله عكوا في اللعب عكوا في اللعب وكلكم شفتوا يا شباب كلهم عكوا في اللعب وأبطو الكورة شوف 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 الهلال والله شوف شوف الهلال حبيبي الهلال والله لو يلعب بالفريق الثال والله ينافس تيشيرت الهلال بس في الملعب وهذه حال الكورة خسارة وفوز الهلال عنده سبع بطولات أسيوية ما في نادي جاب مثله بالتوفيق الحمد لله هذه الكورة الفوز وخسارة إن شاء الله بإذن الله الموسم الجاي نعوضها إن شاء الله بإذن الله طبعا العين لعب على أخطاء الهلال كان يعني الهلال واضح عليه الارتباك والأخطاء كثير في المبارات اليوم وإن شاء الله بإذن الله أننا نعوضها بإذن الله إن شاء الله بالله على كل حال هارد لك للأمة الهلالية زي ما قال لك نفتخر كونه الهلالية الكورة يعني تنلعب مثل الرجال يعني والله هذا الشيء اللي أقوله الصراحة لأن كل هجمة تحصل واحد طايح واحد منسدح على الأرض والثاني يبغى لفاول لا تعليق صراحة يعني العين ضيعة اليوم الوقت لا العين واضحة قدام الناس كلها والناس كلها تشوف صراحة ما هو أنا اللي أقول لك اللي حكم وش سوى ولا عبت العين وش سوى بس هذه الطريقة الوحيدة عشان تفوز على الهلال كذلك نبال مية كان مفضل عاكل هجوم عندنا مرة سيئة الهلال غلط وتعاقد مع لودي في الشتوية مع أنه كانت عارة 6 أشهر والحين صرفها ما يستفيد منها نتكلم عن الهلال نتكلم عن الهلال والله نحرنا الحكم يعني كلهم قالوا قبلي نحرنا الحكم من تضيع وقت من فرص تحكمية خاطئ أو شيئ كثيرة جيسر سخطف الذهاب باستدعاء اللاعبين يهاجموه ما يعيشكل فريق مفروع علاقة الوازن بين الهجوم والدفاع اللعب بونو